مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بليسيين اليوم قال مونير بوشنيق مدير المصحة التي نقل إليها أستاذ التاريخ والجغرافية بمعهد ابن رشيق بالزهراء الصحبي بن سلامة بعد تعرضه للتعن باستعمال آلة حادة من طرف تلميذ أن الأستاذ وصل المصحة القريبة من المعهد في حالة حرجة بسبب إسابته البليغة في مناطق حساسة على غرار الرأس واليد التي كادت تقطع جراء الكسر الذي تعرضت له وأوضح مدير المصحة بوشنيق في تسريح إذية اليوم الثلاثاء أن مدير المعهد وزمالئه قاموا بنقلها إلى المصحة في سيارة خاصة على جناح السرع حيث تم وضع في قسم الإنعاش لأنه كان في حالة إغماج الرأس فقدان الكثير من الدم وتم تقديم الإسعافات الأولية لوقف النزيف في مرحلة أولى قبل نقلها لغرفة العمليات لأن الإسابتين في الوجه والرأس كانت تاب لغتان وكشف مدير المصحة أن التاقم تبي متكون من أفناش شخص شاركوا في العملية الجراحية التي أجريت على الرأس واليد وامتدت لحوالي خمس ساعات لافتا إلى أن الأولياء والأساتذة والتلاميذ هرعوا إلى المصحة للتبرع بالدم لأنه فقد الكثير منه على امتداد ثلاثين دقيقة وتابع أن المستشفى العسكري أرسل كميات من الدم إلى جانب تاقم تبي قام بنقله إلى المستشفى لوضعه تحت العناية المركزة وللقيام بالفحوصات اللازمة لأن العملية التي خضع لها كانت لإنقاذها من الموت ولا يمكن القيام بالفحوصات المعمقة وأضاف أنا كطبيب عندي خمسة وعشرين سنة أول مرة أن نشوف حال هكا الضربة بالستور على اليد وكادت أن تتسبب في بطرها العظم تكسر والأعصاب متاع اليد قطعت الصحبي كان فايق وقت طويل وكان أونيتادي شوك مش فاهم إشنا هو سار له ومش مصدق حسيل معلنا كان نقول إن شاء الله ربي يشفيه الأستاذ إن شاء الله ربي بقى ستر عليه ويرجع لعائلته وصغاره والحكاية ذي اللي سارت بالرسمي ديما اللومو كان على الدولة بصراحة بكل صدق اللومو كان على الدولة خطل لازم سمى رقابة ولازم سمى تأثير معناه للتلميث حصل وذي اليوم شي اللي ساره معلنا نقوله كان دفع الله وما كان أعظم وإن شاء الله يرجع لعائلته وصغاره وهكا نكونوا سنة الناس كل ما نسوش بلات دوله بالشفاء وهكا نكونوا سنة إلى نهاية الموضوع